اعراب الارجنتيني خوان براون المدير الفني الاسماعيلي عن سعادته بانضمام السناء البوليفي كارميلو الجاراناز والجامبي سايكو كانوتي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتابع خوان براون ان السناء انسجم سريعا مع الفريق في ظل استعدادات الفريق للمشاركة في كأس رابطة الانديا المحترفة وقال المدير الفني للاسماعيلي ان كارميلو يلعب لأول مرة خارج بلاده لكنه انسجم في التدريبات الجماعية للفريق ومستوى سيظهر تدريجيا مع المباراة الرسمية وعن سر تألوك سايكو اوضح براون ان السبب الرئيسي الذي ساعد اللاعب على التأقلم سريعا مع الفريق انه ليس غريبا على الكرة المصرية وطالب المدير الفني للدرويش من جماهير النادي الصبر على اللاعبين الجدد وتشجيعهم للمساهمة على عودة الفريق خلال الفترة المقبلة وجدير بالذكر ان الاسماعيلي سيحل ضيفا على سموحة مساء الخميس المقبل على ملعب الاسكندرية في اولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس الرابطة والتي تضم ايضا مع الاسماعيلي الاهلي والمقاولين العرب والجونة والبنك الاهلي ترجمة نانسي قنقر